المشاهدون العزاء السلام عليكم ورحمة الله أهلا ومرحبا بكم في هذا المساء وهذه أبرز عنوينه القضارف تثمن دور المنظمات الوطنية والأجنبية العاملة في مجال اللاجئين لجان المقاومة بولاية السنار تؤكد دعمها ومسندتها لنهضة مشروع السوق الزراعي أهلا بكم مشاهدين إلى التفاصيل رأس نائب رئيس مجلس السيادة الانتقالي الفريق أول محمد حمدان دقلو بالقصر الجمهوري اليوم اجتماع اللجنة العليا للإشراف السياسي والإداري على منطقة أبيي وأوضح محمد عبدالله والدبوك مقرر اللجنة في تصريح صحفي أن اللجنة وقفت من خلال الاجتماع على الأوضاع الإنسانية والأمنية بمنطقة أبيي ووضعت موجهات تتعلق بحفظ الأمن والاستقرار وأمنت على ضرورة خلق بيئة طيبة للتواصل بين قبلتين دينكانوك والميسيرية أن تراعي الحلول السياسية رغبات الأطراف المعنية بمستقبل المنطقة وكذا مقرر اللجنة أن السودان يتبنى اتجاه تحقيق تواصل إيجابي مسؤول لإحداث اختراق يصب في تعزيز الأمن والاستقرار ويدعو دولة الجنوب لمواصلة الجهود المشتركة لتحقيق التنمية وتوفير الخدمات الأساسية وبناء السلام ولفت سيدته إلى أن منطقة أبيي تحتاج الفراغ الإداري الحكومي لملء وإيجاد سلطة للتواصل مع المواطنين مشددا على ضرورة تنفيذ اتفاقية الترتيبات الإدارية والسياسية المتفق عليها بين البلدين والمدعومة من المجتمع الدولي من أجل مصلحة المواطن الاجتماع ناقش الأوضاع الأمنية على الأرض في أبيي الأوضاع الأمنية والإنسانية وحقيقة الوضع الآن في أبيي وناقشه باستفادة وبعمق ووضع موجهات تتعلق بحياة المواطنين وحفظ الأمن والاستغرار وخلق البيئة للتواصل والتعايش ووقف كذلك على التواصل بين المجتمعات بين دينكان موك والمسيرية والمؤتمرات التي انعقدت على الأرض وأمن على أن هذا هو الاتجاه الصحيح والسليم أن المجتمعات التي تخلق التعايش والتواصل والسلام وأن أي حل سياسي يجب أن يراعي رغبة الأطراف المعنية بمستقبل المنطقة وهم القبائل والمواطن الموجود على الأرض الاجتماع كذلك تناول العلاقة بين السودان وجنوب السودان وأن هذه العلاقة لديها خصوصية والسودان يتبنى اتجاه في أن يتواصل تواصل إيجابي وتواصل مسؤول لإحداث اختراق كبير لمصلحة المجتمعات التي تعيش هناك ولمصلحة الأمن والاستغرار وكذلك السودان يدعو جنوب السودان لمواصلة الجهود المشتركة لإحداث التنمية والخدمات وبناء السلام الحقيقي على الأرض بين المواطنين متوقع أن ينعقد اجتماع مستقبلا مع الجانب الجنوبي وفي هذا نقول أن أبيي تحتاج الآن لملء الفراق الإداري والحكومي نحتاج لسلطة إدارية سلطة فيها مظاهر الحكم في أبيي لتتواصل مع المواطنين لتحافظ على الأم ثمنت حكومة ولاية القضارف من دور المنظمات الوطنية والأجنبية العاملة في مجال اللاجئين وذلك من خلال الخدمات التي قدمتها للمجتمعات المستضيفة خاصة في مجالات المياه والصحة وقال عثمان عبدالله فضل الصيد المدير التنفيذي لمحلية المفازة أكبر المناطق المتأثرة باستضافة اللاجئين إن المنظمات سهمت في عمليات تنقية مياه الشرب بعد بعدد من المجتمعات المستضيفة إضافة إلى إنشاء محطات للمياه وحملات لإصحاح البيئة علاوة على المساهمة في تعبيد الطريق الذي يربط معسكر تنيضب بالطريق القومي القضارف الخرطوم أعلن المركز الوطني لمراقبة مبدأ المواطنة وصون التعددية بمنبر وكالة السودان للأنباء اليوم عن مبادرة سياسية جديدة حول الأزمة السودانية قال مدير المركز الوطني لمراقبة مبدأ المواطنة وصون التعددية محجوب حسين في منبر وكالة السوداء للأنباء خلال تدشين المبادرة إن هذه المبادرة نوعية تغطيها ضرورة وطنية عبر حوار تاريخي استراتيجي يقود إلى تسوية تاريخية مضيفا أن هناك ضرورة وطنية ملحة دفعتنا لطرح هذه المبادرة التي تؤسس لحراك اجتماعي وجماهري وثقافي وسياسي فاعل يتخلى له نقاش من النخبتين العسكرية والمدنية لعامة الشعب لتكون آلية محورية للتأثير في التوجه الوطني وأوضح محجوب حسين أن البلاد بحاجة إلى ترتيبات وطنية جديدة سياسية وعسكرية وأمنية مؤكدا أن الجيش والدعم السريع قوتان مكملتان لبعضهما تعملان لإنجاز مهمة وطنية واحدة لرسم مسار جديد للسودان بتنفيذ شعار الثورة لتأسيس وبناء الدولة للأجيال انطرحنا في هذه المبادرة وثيقة تتعلق بوثيقة الإعلان المواطن الحقوق الإنسان السوداني أيضا تضح الاستفتاء تتشكل هذه المرجعتين أهمة لغاية أساسية في تشكيل الدستورة المرتقب ومن ثم نطمح لتشكيل حكومة مصغرة هذه الحكومة المصغرة هي تسييرية فقط ومن ثم تعمل على ترتيب نظام انتخاب جديد يتواقب مع السودان ومن ثم ندخل ما نسميه بالترتيبات الوطنية الأمنية الشاملة أي بمعنى دمش كل الجيش السودانية في إطار جيش السودان لدفاع جديد يعبر عن مهلية جديدة بأطور جديدة أعلن رئيس مبادرة تأهيل مشروع السوقي الزراعي عمر هاشم دعمهم للاتفاق الإطاري لاستكمال عملية الانتقال وتكوين حكومة مدنية تقود البلاد وجدت عمر خلال حديثه في اللقاء التنويري الذي أقمته المبادرة للمزارعين بمدينة السنار التأكيد على عدم التنازل عن حق المزارعين القانوني والأخلاقي والتاريخي في قيام الجمعية العمومية للمشروع وممارسة الديمقراطية لاختيار قيادات المزارعين وأكد عمر هاشم على أهمية قيام الجمعية العمومية لضمان حقوق المزارعين وإنجاح الموسم الزراعي الذي توقف لفترات طويلة وأكد رئيس مبادرة تأهيل مشروع السوقي الزراعي المزارعين سعيهم الحثيث لقيام الجمعية العمومية وإعادة المشروع إلى سيرته الأولى وقال إن تأخير الجمعية العمومية أضرت بالمزارع وموطني المشروع الذي يعاني أهله العوزة والنزوح بسبب العطش الذي ضرب المشروع لخروج طلمبات الري عن الخدمة منذ العام 2015 بسبب الصيانة والتأهيل الذي يكلف فقط 157 ألف دولار لجان المقاومة عندها 60% في كل الحكومة على مستوى المجلس التشريع من الوحدة والمحلية للمركز نحن في لجان المقاومة أخذنا مع البادرة مع قيامة جمعية حق المزارع مبضع وحق الوطن مبضع نحن في لجان المقاومة السودانية مع قيامة جمعية العمومية ومع المواطن والمزارع انتخب هو حر حرية الاختيار مع التوجيهات العامة المعروفة لذلك نحن نقبل بأي مزارع يتقدم حسب البرنامج المعمول من وزارة العدل ونقول لأخواننا في المبادرة نحن والله يقدامكم عمر قال بموت أنا بموت قدامكم قال المتحدث الرسمي باسم العملية السياسية خالد عمر في تصريح صحفي عقب اجتماع الأطراف العسكرية والمدنية الموقعة على الاتفاق الإطاري أمس بالقصر الجمهوري قال إنه بعد تداول مستفيد قرر الاجتماع بإجماع الأطراف مضعفة الجهد لتجاوز العقبة المتبقية تمهيدا لتوقيع الاتفاق السياسي النهائي في 6 أبريل الجاري من أجل تلبية تطلعات الشعب السوداني في استعادة المسار الديمقراطي وتشكيل حكومة مدنية ترفع المعاناة عن كاهله رياضيا انطلقت بملعبي المرحوم محمد حسن سيد لخماسيات كرة القدم بحي الشاطب كوستي الدورة الرمضانية السادسة لبطولة خماسيات كرة القدم برعاية الإدارة التنفيذية لصندوق القوم لتأمين الصح بالنيل الأبيض وذلك تحت شعار العقل السليم في الجسم السليم لمشاركة أكثر من ثمانية فرق من أحياء مربعات مدينة كوستي وقال الممثل المدير التنفيذي للتأمين الصحي بالولاية عبدالحفيظ الدقل أن رعايتهم للدورة الرياضية تأتي في إطار المسئولية الاجتماعية التي تقدمها الإدارة لكافة المناشط الاجتماعية والرياضية والثقافية بالولاية ختام هذا المساء نعود ونذكر بأهم العنوين القضارف تثمن دور المنظمات الوطنية والأجنبية العاملة في ميال اللاجئين لجان مقاومة ولاية سنار تعلن دعمها ومساندتها للنهوض بمشروع السوق الزراعي انتهى هذا السودان هذا المساء من قناة الشرك شكرا لطيب المتابعة فرعيت الرحيم